اشتركوا في القناة ونبينا الهاد الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مشاهدين الأكارم مشاهدي قناة كربلاء الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى حلول شهادة سيدنا أولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه واليوم هو الإمام الصادق والتمهيد للدولة المهدوية العقيدة المهدوية قضية كبرى ومفصلية بحد ذاتها كالقضية الحسينية إلا أن الفارقة بينهما هو أن القضية الحسينية كانت تمهيدا للقضية المهدوية من خلال الترابط في الإصلاح ومفاصل أخرى وضعتها أسس ومقدمات لمفهوم دولة عالمية محورها الإصلاح وهذا الإصلاح مرتبط بصورة خاصة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كما ارتبط بسيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام لذا كان من ألقابه أي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف المصلح والمنقذ وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا لذا فقد أخذت القضية المهدوية جانبا كبيرا من اهتمام الباحثين والمفكرين في قضايا العصر وبالذات في العالم الإسلامي بعد محاولات الدس العديدة من قبل المشككين سواء أكانت من قبل المتأسلمين أم من غيرهم ولهذا كله فقد أولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام السلام اهتماما بالغا بالدولة المهدوية وبالأخص منهم هو إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه صاحب الذكرى الذي أولى لهذه القضية أهمية كبرى بجوانبها ومفاصلها وأدوارها من ذلك ما ستكون عليه دولته المباركة عليه أفضل الصلاة والسلام إذن دولة الإمام المهدي والإمام الصادق والتمهيد للدولة المهدوية هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم لكن ابتداء دعوني ورحبوا بضيفي سماحة الشيخ حسينين الخاقاني الباحث الإسلامي والخطيب الحسيني أهلا مرحبا به ضيفا عزيزا علينا أعظم الله لنا وله الأجر أعظم الله أجورنا وأجوركم حياكم الله أستاذنا العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ يعني ابتداء ونحن عنوانا موضوع حلقتنا لهذا اليوم الإمام الصادق والتمهيد للدولة المهدوية لو أردنا أن نتعرف أو نقف ابتداء عند نبذة عن حياة الإمام الصادق عليه السلام حياته إمامته مكانته العلمية نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين نرفع عزائنا إلى بقية الله في أرضه صلوات الله عليه بهذا المصاب الجلل وإلى مراجع الدين العظام وإلى المؤمنين وإلى العالم الإسلامي السلام عليكم أيها المشاهد الكريم وعلى الأخوة الحضور ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الحديث عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه هو السادس من أئمة الهدى عليهم السلام ومن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطخرهم تطهيرا وجعلهم حججا على عباده وهناك من الأحاديث التي رواها علماء الجمهور من طرق الفريقين على إمامته وعلى إمامة الأئمة الأطهار يعني من أمير المؤمنين وإلى الإمام الثاني عشر صلوات الله عليهم أجمعين هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله كما ذكر ذلك ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة ابن حجر في الصواعق المحرقة والطبراني في معجمه المعجم الأوسط والمعجم الكبير والقندوزي الحنف البغدادي في ينابيع المودة ومصادر هناك متعددة لعله رصدها القاضي نور الله المرعشي التستري رضوان الله تعالى عليه الملقب بالشهيد الثالث في موسوعته إحقاق الحق واللي كتب شروح عليها هو حفيده السيد شهاب الدين المرعش النجفي أعلى الله مقامه والعلام الأميني في الغدير السيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعات هناك نصوص متعددة من طرق الفريقين على إمامة أهل البيت في أحاديث عام عن النبي صلى الله عليه وآله والنص الخاص من إمام على إمام يعني الإمام السابق ينص على الإمام اللاحق وهناك من الأحاديث النصوص المتعددة التي نص إمامنا الباقر والده صلوات الله عليه على إمامة أبيه وهناك المفضل بن عمر محمد بن مسلم وجمع من تلامذة الإمام عندما مر الإمام الصادق صلوات الله عليه وقرأ هذه الآية ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين قال إن هذا من أهل هذه الآية ونص على ولده على الإمام الصادق عليه السلام ونصوص متعددة ذكرها الشيخ الكليني في الكافي في كتاب الحجة وذكرها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في أكثر من مورد إلى ما هنالك من المصادر والنصوص على إمامته وإنبثق نور الإمام السادس صلوات الله عليه ميلاده في قول مشهور عام 83 للهجرة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله في بيت جعله الله عز وجل ملاذا للدين وحمل النور إلى الدنيا والد الإمام هو الإمام الباقر محمد بن علي الباقر الذي لقبه النبي بهذا اللقب ووصفه بأنه يبقر العلم بقرا والإمام الصادق عليه السلام ولد في هذا البيت الطاهر ومن ناحية الأم أمه الطاهرة المصطفات اسمها فاطمة اسمها فاطمة ووالدها القاسم الفقيه ابن محمد ابن أبي بكر وكان القاسم الفقيه من تلامذة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه وكان هذا البيت الطاهر أيضا من يعني الذين يلوذون بحمى أهل البيت وتعاليم أهل البيت عليهم السلام يقولون بأنه رجل رآها تلمس الحجر رآها تلمس الحجر وقال لها ليست هكذا السنة يعني قالت اذهب نحن أغنياء عن علمك يعني الإمام عليه السلام من ناحية الأم ومن ناحية الأب أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة كما في الزيارة الشريفة والإمام صلوات الله عليه في ميلاده الشريف يعني عاصر هناك من الأحداث والمنعطفات التاريخية التي كان لها أثر عظيم في مسار الأمة الإسلامية لأنه الإمام الصادق عليه السلام يعني حتى أنه احنا مثلا الإمامية الشيعة الإمامية مدرسة أهل البيت تنتمي إليه إلى هذا النور إلى هذا المعلم العظيم ونلقب بالجعفرية نسمى بالجعفرية وإلا شيعة أهل البيت يأخذون من الأئمة الاثنين عشر عليه السلام هذه الأنوار الطاهرة التي نص عليها القرآن والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لكن لكون هذه المرحلة التي عاشها الإمام والدور الذي عاشه الإمام الصادق عليه السلام بين سقوط دولة وقيام دولة أخرى سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية فلذلك هناك من تهالك على السياسة وعلى الحكم في ظل تلك المنعطفات الخطيرة الحساسة في تأريخ الأمة الإمام عليه السلام انشغل بتربية العلماء ببناء الجماعة الصالحة يعني كحكومة جده أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله هذا ما يلفت النظر للباحثين أيضا من الكتاب أنه لماذا تقلصت الفتوحات في عهد أمير المؤمنين في دولته مع أنه أمير المؤمنين عليه السلام هو صاحب الفتوحات صاحب الفتوحات والفتح الحضاري أعظم وأعظم صاحب الفتوحات النبي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله برز الإيمان كله إلى الشرق كله لسيفه ذو الفقار يقول الشاعر ثم شبت الحرب واستدارت رحاها فهو والسيف قطبها ولضاها أمير المؤمنين عليه السلام لكن الإمام عليه السلام أراد أن يبني جماعة صالحة من الداخل يبني الداخل يعني يبني النظم الاجتماعي بعد أن نخرت الأمة يعني مدة 145 عام ربما يعني هناك من الأحداث المريرة التي عاشها الإمام صلى الله عليه الصادق كشهادة زيد عمه زيد الشهيد رضوان الله تعالى حليف القرآن والإمام عليه السلام بكى عليه وقال اللهم اشركني في تلك الدماء الذين استشهدوا معه حتى أنه أحد أصحابه عندما دخل عليه قال من أيت فقص له ما جرى على عمه زيد بكى الإمام حتى خضلت لحيته بالبكاء صلوات الله عليه ثم قال له أشهدته أنصرته وأخذ يشهق الإمام بالبكاء فقال أن عمي زيد كان عالما صدوقا وأخذ يبين مقامه ولو ظفر لوفى بما دعا إليه ولذلك نحن هسه يعني ما زال مرين أنه الزيدية والمذهب الزيدي لم يكن بتأسيس من زيد الشهيد وإنما هناك من أتباعه من استغل الظرف ودعا إليه وإنما زيد الشهيد عليه السلام هو تابع هو من علماء وفقهاء أهل البيت عليهم السلام يعني من الشخصيات الإصطفائية ولهذا الإمام عليه السلام يقول إنه مضى ما مضى عليه جدي علي بن أبي طالب هو وأصحابه نعم لو ظفر لوفاء ظفر لوفاء ونصوص متكثرة في ذلك ونلاحظ وهذا الوفاء سمع الشيخ عفواً هذا الوفاء الذي يذكره الإمام صلى الله عليه وسلم عليه ألا وهو عودة الأمر لأهل البيت أحسنت لكم الله خيراً هذا أنشودة هذه الأنشودة هذه الغاية الكبرى وهذا طموح وهذه الغاية الكبرى من مدرسة أهل البيت وعلماء هذه المدرسة وأبناء الأئمة الأطهار عليهم السلام وشيعة أهل البيت هم طموحهم يلهجونه لذلك ترحم عليه الإمام الصادق الإمام الباطر من قبله وبكى عليه وبكى عليه حتى أنه هذا العباس السلمي الشاعر نعم عندما قال صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم نرى مهدياً على الجذع يصلبوا وقستم عثماناً بعلياً سفاهة وعثمان خير من علي ومن هؤلاء الشعراء الذين يأكلون الباطل والسحت أجلكم الله فلذلك الإمام دعا قال اللهم إن كان كاذباً صلط عليه كلباً من كلابه فخرج عاطفاً إلى الكوفة للصيد فأنحى عليه كلباً أجلكم الله من كلابه افترسه ولم يبق إلا أطراف أصابعه الله لهذا الإمام عليه السلام يعني إحنا هذه قضية مهمة أيضاً عندما نمر بدور أهل البيت بعد عاشوراء نعم وبعد الملحمة الحسينية لأنه هناك البعض يقول بأنه الأئمة عليه السلام اختاروا السلم واختاروا بأنهم يكونون فقط أنه للتعليم وكذا لا لا الأئمة عليه السلام في صراع مرير مع الطقات خصوصاً أنه يعني نبذ الظلم ورفض الظلم وشجب الظلم والأمر بالإصلاح وبناء الجماعة الصالحة والرجوع إلى القرآن وخير ذلك وخير مثال لذلك ألا وهو قضية زيدة التي استشهدت بها نعم كيف كان الإمام عليه السلام كان موقفه صلوات الله مؤيداً مؤيداً بشدة إلى تلك الدماء وللذين استشهدوا معه وللذين نصروا شركني الله في تلك الدماء كم قتل؟ قال ست قال لعلك شاك قال لا 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 لكن قال شركني الله في تلك الدماء دعوة الإمام عليه السلام نعم فلذلك الإمام الصادق عليه السلام كان همه أن يبني المجتمع عقائدياً قرآنياً رسالياً ويرسخ في ذلك المجتمع الذي تهاوى من أثر الطغاة الذين حكموه وتربدى إما أنه على مستوى الاقتصاد على مستوى أنه النظم التي فرضت عليه كان الإمام عليه السلام يربي العلماء وكان الإمام عليه السلام كل بحسبه كما يذكر الحسن ابن علي الوشا وقد ذكر الشيخ الكشي بذلك لسا كشي كشي على المهم هذا العالم الجليل الذي كان يعني معاصر قريب للشيخ الشيخ الطائف الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه لذلك الشيخ الطوسي قدس الله نفسه طاهرة عمد إلى كتابه ولخصه وهذبه ورتبه اختيار معرفة الرجال هذا الكتاب القيم يذكر أنه الحسن ابن علي الوشا يقول دخلت وهو في طبقة رجال يعني معاصر للإمام الرضا هذا كان صلى الله عليه عليه يقول دخلت إلى مسجد الكوفة حاضر العلمية العظيمة دخلت إلى مسجد الكوفة فوجدت تسعمائة شيخ كل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق يعني إذا اصطلحنا الآن تسعمائة حوزة علمية هناك حوزات تسعمائة مرجع تسعمائة لا لا حوزات علمية بمراجعها بعلمائها وقد أحسن الله إليكم طلبتها طلبتها وقد شدوا الرحالة من شتى بقاع الأرض ينهلون من علم الإمام هذا فضلا عن الأرض أربعة آلاف طالب هذا أربعة آلاف من تلامذته صلوات الله عليه التي نصى ابن عقدة أو الشيخ النجاشي أو العقيقي أو غير من الأعلام الذين ذكروا في عدد أنه طلاب الإمام والذين نهلوا بعلمه وكان من ذلك أنه يكون هناك أربعمائة أصل وتسمى بالأصول الأربعمائة نعم يعني هذه الكتب العظيمة التي حفلت بأحاديث أهل البيت وعلوم أهل البيت في مختلف يعني في مختلف العلوم والمعارف ولذلك هذه الكتب الأربعة الكافي التهذيب الاستبصار من لا يحضره الفقيه للمحمدين الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين للمحمدين الثلاثة عفوا كان لأن الشيخ الطوسي عنده أصلين من ذلك كان هذا الكتب الأربعة هي حوت ما في تلك الأصول الأربعمائة حوت من المعارف من الحكم من النظم الإسلامية من القيم حوت علوم وتراث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ولذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام وكل هذه وضع أسسها الإمام الباقر والإمام الصادق ولذلك تسمى بالجامعة يعني هذا الظرف الذي أكمل أستاذنا العزيز هذه اللي نحن نلقب بالجعفرية وإلا نحن أيضا نأخذ من الإمام الباقر الإمام زين العابدين من الأئمة الأطهار عليهم السلام هم نور واحد يجري لآخرنا ما يجري لأولنا لهذه النكتة أن الظرف الذي مر به الإمام من سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية كان هناك من تهالك على السياسة من دعاة بن العباس وإنشغال بني أمية على اعتبار أنها سقطت سنة 132 الإمام عليه السلام في مطلع القول الشهير أنه لدى عام 83 في قول أنه الثمانون من الهجرة استطاع وشهادته عليه السلام 148 يعني لاحظ عمر الإمام وحياة الإمام صلى الله عليه استطاع أن يربي ويفتح هذه الجامعة ويهيئ العلماء ولذلك واحد من تلامذة الإمام الزرارة كان إذا دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله تقوض حلقات الدرس ويفزع إليه العلماء هذا واحد من تلامذة الإمام ويقول له أجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فإني أحب أن يرى في شيعة مثلك وكان الإمام صلى الله عليه وسلامه عليه كان يهيئ من العلماء إذا استطعنا أن نقول بأنه في التكتل الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي هناك من العلماء اللي مثلا من المتخاصمين من الموالين من المسلمين من شيعة الإمام عليه السلام ولذلك نلاحظ أن الإمام عليه السلام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا كونوا دعاة لنا صامتين بغير ألسنتكم حتى يقال هذا خلق جعفر بن محمد رحم الله جعفر بن محمد ويقول صلى الله عليه إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر هذا يبين الاستقامة ويبين بأنه التربية وشمائل الإيمان والأخلاق والإسلام التي تتجسد في سلوك المؤمن كيف أنه يتحلى بالأخلاق كيف يكون مسلم عقائدي مؤمن عقائدي أنه يحمل الإيمان هوية وفكر ومعلم للهداية كيف أنه مدخله نور حديثه نور لذلك نجد أن الإمام عليه السلام في ظل هذه التربية وهذا الخلق العظيم الذي ربى أصحابه كانوا أصحاب مسؤولية عظيمة مثلا هشام ابن الحكم تلميذ الإمام الصادق كان يقول عنه هشام ناصرنا بقلبه واللسانه الله هشام ويقول له ما زلت مؤيدا بروح القدس ما دمت ناصرنا وبشره الإمام عليه السلام كان هذا يعني هذا الطود من تلامذه وكان من الأحداث يعني سنه عندما كان من الشباب لأنه تعلمون أنه الإمام عليه السلام في مدرسته الشباب هناك وهناك الكهول وهناك من الشيوخ كان طبقات متعددة ويقول لو كان الأمر بيده الإمام الصادق عليه السلام يعني زمام هذه السلطة التنفيذية والسياسة لو كان بيده لأوجعت ظهور شبابنا ليتفقه في الدين الله لا يبقو ظلالا لا يبقو فريسة هذه الهجمات التي تتوالى على جسد الأمة الإسلامية أو فكر الأمة الإسلامية ويقول بادروا إلى أبنائكم وعلموهم قبل أن تسبقكم إليهم المرجعة الله إن كان حركات متعددة كان هناك استهداف للإسلام ولفكر الإسلام ولمدرسة أهل البيت عليهم السلام ولذلك الإمام يقول حصنوهم ويأمر الشباب أن يتحصنوا فكريا وعقائديا وأن يلوذوا بحمى النبي الأعظم وأهل بيته الأطهار وأن يفزعوا للقرآن الكريم ولذلك نجد أنه انطباع مالك بن أنس نعم يعني نحن عندما نأتي إلى المذاهب الإسلامية وهي متأخرة ما احترامنا لهذه المذاهب وأتباع هذه المذاهب هذه جاءت متأخرة تعلمون أنه العلام الحلي الشيخ الحسن ابن المطهر الحلي قدس الله روحه الطاهرة هو كان معه ولده فخر المحققين هذا النجم اللامع كان مع أبيه عندما أرسله خاله المحقق شيخ نجم الدين أبو القاسم إلى تلك الفتوى المعروفة التي أفتى في مجلس الشاخ خدابندة وقال بأنه كان هذا على عهد المالكي في زمن النبي فأجابوا لم يكن المالكي في زمن النبي ولا أحمد بن حنبل ولا محمد بن إدريس الشافعي ولا أبو حنيفة النعمان ابن ثابت أو غيره قال إذن لماذا ألزمتم أنفسكم باتباعها دون الرجوع إلى أهل البيت إلى علي باب علم مدينة رسول الله صلى الله عليه فأخذ حتى أنه كان رسميا أنه يدخل الفكر الشيعي والمذهب الشيعي والتشيع رسميا أيام العلام الحلي وببركة العلام الحلي فالشاهد عفوا أستاذنا وهناك كتاب للدكتورة سميرة الليثي كاتبة مصرية وهي تتحدث عن نشوء هذه المذاهب وهذا حديث مستقل له بابه فتحدث أنه هناك بزمان بعد بقرن أو أكثر بعد النبي صلى الله عليه وآله وإنما الفكر الأصيل في أهل البيت ينابيع العلم وينابيع المعرفة في أهل البيت فيقول مالك بن أنس الانطباع حتى إن شاء الله تذكروا المحور الذي إن شاء الله يقول مالك بن أنس يقول ما سمعت أذن ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر كجعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه أبو حنيف نفسه يقول لو لا سنتان لهلك النعمان النعمان بن ثابت ومالك بن أنس نفسه يقول يقول ما رأيته إلا على إحدى ثلاث إما قارئا للقرآن أو مصليا أو ذاكرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على طهارة الله كان يشعرون بتلك الرقابة العظيمة يعني كيف أنه تعظيم لأمر النبي كما عظمه الله عز وجل كما كرمه الله عز وجل في رواية يذكرها الشيخ الحر العاملي في الوسائل أن الإمام الصادق عليه السلام ذكر النبي صلى الله عليه وآله وكاد أن يسجد تعظيما لذكر النبي صلى الله عليه وآله هكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام صلى الله وسلم إذن سمع الشيخ خلينا توقف على هذا المقدار ثم أنا أعود أكمال هذا الحديث أعزائي المشاهدين كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لفاو في بقيع الغرقدي تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقدي أي النواضر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمدي للصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعابد المتهجد رزء له أركان دين محمد هدت وناب الحزن قلب محمدي رزء بقلب الدين أثبت سهمه ورماح شاشة قلب كل موحد ثلم الهدى والدين منه ثلمة حتى القيامة ثلمها لم يسددي ماذا جنت آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من صنع ردي كم أنزلت مر البلاء بجعفر نجم الهدى مأمون شرعة أحمدي كم قد رأى المنصور منه عجائبا ورأى الهدى لكنه لم يهتدي لم يحفظ المختار في أولاده وسواهم من أحمد لم يولدي ترجمة نانسي قنقر أعزاء المشاهدين هذه عودة إليكم مرة أخرى برنامجكم دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه هو الإمام الصادق والتمهيد للدولة المهدوية أعظم الله لنا ولكم الأجر ثانية بذكرى حلولي هذا المصاب الجلل وهو ذكرى شهادة وسيدنا أولانا الإمام الصادق صلواته الله وسلامه عليه ورحب ثانية بضيفي سماحة الشيخ حسنين الخاقان البحث الإسلامي والخطيب الحسين حياكم الله سماح الشيخ يعني لا شك ولا ريب أن هناك عطاءات وفي وضعات كثيرة لا زالت مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يعني تنشر هذه العطايا لا سيما مدرسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قبل الفاصل كنت قد أشرت إلى أن هناك محورا آخر نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله الطاهرين نلاحظ أنه في ظل هذه الجامعة العظيمة جامعة أهل البيت عليهم السلام التي حفظت الإسلام حفظت معالم الدين كل ما عند الأمة من تراث ببركة أهل البيت عليهم السلام ولذلك نلاحظ أنه الذهبي في سير أعلام النبلاء في تذكرة الحفاظ وغير من الأعلام عندما يترجم للإمام إمام للفقهاء أو إمام للعلماء نلاحظ أنه هناك بيانات وتعبيرات في عبائري هؤلاء الذين ترجموا نحن مو بحاجة السئلة الذهبي أو غيره أهل بيت النبوة عليهم السلام لكن هذا زق العلم زق هذا المجمع عليه أنه في احتياج الأمة إلى أهل البيت عليهم السلام ولذلك نلاحظ أن الإمام عليه السلام عندما يبين يقول صلوات الله عليه أما والله إن عندنا ما لا نحتاج إلى أحد والناس يحتاجون إلينا إن عندنا الكتاب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخطه علي بيده صلوات الله عليه صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها كل حلال وحرام الله أيها ما تمو اللي يقولون بأنه مصحف فاطمة عليه السلام أو مصحف علي أو غير هذا القرآن لا 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 هذا القرآن الذي بين الدفتين لا حرف فيه زيادة ولا نقيصة والذي يقول غير ذلك نبرأ إلى الله منه نعم كما ذكره الأعلام المحققون ويقول عليه السلام علمنا غابر ومزبور يعني أبواب العلم مصادر العلم يبينها الإمام ونكتن في القلوب ونقرن في الأسماء وإن عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة وإن عندنا الجامعة الله فيها جميع ما يحتاج الناس إليه الله شقد مصادر علوم ومعرفة عند هذا البيت الطاهر عليه السلام هذا فضلا عن التزديد الإلهي الذي نعتقد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مسدد بالروح يعني أحسنتم نعم الروح الأمر ونالك يعني مصادر متعددة ويقول عليه السلام في ظلي أنه حفظ الحديث والتدوين احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها كما أمر النبي قيدوا العلم نعم قيدوا الحديث صلى الله عليه وآله يعني بخلاف السقيفة التي أمرت بحرق حديث رسول الله بل حرقت وحرقت نعم وأخفت ثم زورت ثم دلست ولولا هذا البيت الطاهر ولذلك لقبوا الإمام الصادق نعم وإلا الأئمة كلهم صادقون كلهم باقرون كلهم كاظمون عليهم السلام لكن في ظلي ما يذكر الشيخ المحقق أسد حيدا رضوان الله تعالى عليه في تلك الموسوعة الإمام الصادق والمذاهب الأربعة في زمان الإمام ربما أكثر من مئة مذهب لكن هذه المذاهب منها التي انتهت والتي دعمتها السياسة التي بقيت وبقي شاخصا فردا هذا البيت الطاهر الذي حمل لواء الإسلام وحمل نور القرآن يقول عليه السلام عندما يذكر زرارة نعم يقول رحم الله زرارة بن أعين لو لا زرارة لن درست أحاديث أبيه الله ويقول عليه السلام هذا يعني أبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد العجلي يقول لو لا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا الفقه هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي عليه السلام يعني الباقر عليه السلام على حلاله وحرامه وهم السابقون إلينا في الدنيا والآخرة ويقول للمفضل ابن عمر من حملة الأسرار والمعارف اللي عند توحيد المفضل ابن عمر يقول اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس زمان هرج ومرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم يعني هذه الكتب اللي هي شنو بها العلم بها المعارف التي فيها التي تستقي من هذه المصادر التي أشار إليها أشار صلوات الله وسلامه عليه ولذلك الإمام عليه السلام من المعالم التي ربى عليها هو نبذ الغلوب والبراءة مثلا من أب الخطاب مثلا على سبيل المثال يقول صلوات الله عليه على أب الخطاب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فأشهد بالله أنه كافر فاسق مشرك وأنه يحشر مع فرعون في أشد العذاب غدوا وعشيا ثم قال والله والله إني لأنفس على أجساد أصيبت معه في النار يقول أظلهم ظلوا وأظلوا ويقول عليه السلام اللهم العن أب الخطاب خاف اللي يريد يصير بناء أنه يحيد عما رسمه القرآن والعترة الطاهرة يقول اللهم العن أب الخطاب فإنه خوفني يقول الإمام عليه السلام يقول إنا عبيد لله ما عندنا إلا ما جاءنا من القرآن والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله اجعلوا لنا ربا نأوب إليه ادعونا بالعبودية لله عز وجل وقولوا فينا ما شئتم ولكن نزهونا عن الربوبي نزهونا لا تقولوا فينا لم يأمر به القرآن الكريم قولوا فينا ما شئتم ولكن نزهونا عن الربوبي احنا اجعلوا لنا أما هذه ولاية تكوينية أما هذه عطاء من الله لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه عليه يرسم لنا خارطة البعد المعرفي للمعصوم عليه السلام واحدة منها عندنا من الله عندنا مع الله عندنا من دون الله اللي الخط المستقيم من الله ما عندنا من الله بإعطاء من الله بنور من الله عز وجل هذا تزديد من الله والباقي أنه يكون مرفوض يقول اللهم لعن أب الخطاب فإنه خوفني قائما وقاعدا وعلى فراشي اللهم أذق حر النار ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه يقول عليه السلام والله هذا حديث خاف طويل المهم أنه الإمام عليه السلام يرفض ما جاء عن هؤلاء وأيضا من مصادر المعرفة هذا الكتاب حتى ندخل إن شاء الله هذا المحور التالي وأيضا هذا الكتاب من الكتب القيمة يعني المثقفون الأوساط الجامعية نحن همات هناك لا نقول عتاب وإنما هناك تنبيه يعني المرجع الأعلى أدام الله ظله الشريف النجف الأشرف والمراجع الكبار الذي يدعون دائما أنه نرجع إلى الثقلين يعني الأمان والسداد بالرجوع إلى الثقلين الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وآله من الكتب القيمة هذا كتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب هذا خمسة وعشرين باحث من العلماء الكبار بروفيسور وإبين أنه محقق بين كيميائي بين طبيب هذا كان مؤتمر عقده في أوروبا نعم هسا في بريطانيا عقد في فرنسا عقد مؤتمر حضره خمسة وعشرون من الباحثين الكبار وكل منهم طبعا هؤلاء مسيحيون نعم وعلى اختلاف مذاهبهم من البروستانت أو الكايثوليك أو الأرثوديكس كذا كذا هؤلاء على اختلاف مذاهبهم كتبوا هناك بحوث كل منهم كتب كتاب مثلا تناول الإمام الصادق في فسلجة العضاء نعم في الدورة الدموية في الكيمياء وتلميذ الإمام جابر بن حيان نعم اللي الآن جامعات في أوروبا باسمه نعم تلميذ الإمام عليه السلام خمسة وعشرون بحث في هذا الكتاب وترجم طبعا هذه المقالات من الإنجليزية الدكتور السيد نور الدين آل علي ترجمه إلى جامع الطهران ثم ترجم إلى العربية يعني أقول بأنه الأوساط الجامعية العلمية المثقفون حفظهم الله فليفزعوا إلى مصادر معرفة الإمام وعلم الإمام ونور أهل البيت عليه وسلام لعل الكثير من النكات التي ربما ذكرها الإمام صروات الله وسلامه عليه لا بل بلا شك أن هناك الكثير من النكات التي ذكرها الإمام في أبواب العلم هذه لا زالت لم تكتشف لا زالت إلى الآن لم تكتشف وغامضة ويحتاج إنيها ويحتاج إلى بحث وتحتاج إلى فرق لأن ما قرأنا من مصادر أفوى علم الإمام هذه المعارف هذه العلوم عندنا الجفر عندنا مصحف فاطمة عندنا أزم المعور مسبور عندنا عندنا كتاب خطه بيد النبي أو بيملاع النبي وخط الإمام ولذلك عفوا المولاي إذا أرادت الأمة الاستقامة والسعادة والرقي والتحضر عليها أن تفزع إلى أهل البيت صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى كل نور وإلى كل خير أحسنت سمحت الشيخ يعني هذا في محور مهم جدا وهو الإمام الصادق والتمهيد للدولة المهدوية الذي عنونا به عنوان حلقتنا لهذا اليوم وقد أطلنا في هذا المبحث مع أننا نمنوع في حق الإمام مهما يعني قلنا ونقول في الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وعليه لكن الإمام الصادق والدولة المهدوية هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو دولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلت خاتمة طروحات الأنبياء وخلاصاتها والحال ما ستكون عليه دولة الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم هل الظروف زمانا ومكانا التي عاشها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأحاطت بها ولابستها ستشابه ما ستكون عليه دولة الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طبعا نجد أنه في حياة الإمام الصادق عليه السلام وأحاديث الإمام الصادق نعم والجامعة تلك المدرسة العظيمة للإمام الصادق صلى الله عليه وسلم نجد أنه هناك ارتباط عظيم بل عندما يذكر حفيده الإمام المنتظر صلى الله عليه الإمام الصادق يتعامل معاملة ترى الإمام تارة يبكي تارة يندبه تارة يتفجع تارة أنه يتمنى أن يخدمه لو أدركته لخدمته ولذلك هذه الرواية اللي كان المفضل ابن عمر وغير المفضل ابن عمر لما دخل على الإمام الصادق عليه السلام وجده جالس على الأرض ويبكي بكاء ثكلة صلى الله عليه ويأن أنين ويقول سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصائبي بفجاع الأبد الله وفقد الواحد بعد الواحد بفناء الجمع والعدد فما أحس فما أحس بدمعة ترقأ من عيني وأنين يفشى من صدري الله يقول هذه لوعة كبيرة لوعة يبكي الإمام الصادق يبكي يعني نحن شفناه دموع يقول خفنا يعني قلنا بأنه هناك حدث أمر عجيب حدث نازل وإذا الإمام يتفجع لحفيده الإمام الثاني عشر ويقول سيدي لو أدركته لخدمته طيلة حياتي الله يقول لو أدركت المهدي لخدمته طيلة حياتي من هو الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه هذا الذي زعيم هذا المذهب العظيم بعد آبائه بعد جده الأعظم وصاحب الأطروحات النبوية كلها والأطروحات وإلى يوم الدين خالد وباقي والأمة تنهل من هذا النبع الصافي ويقول لو أدركته لخدمته طيلة حياتي للإمام الثاني عشر والإعداد للإمام الثاني عشر ولذلك الإمام أنه كم هائل في أبعاد ورسم الخطوط العامة لدولة الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه والإعداد لدولته عليه السلام ولذلك يقول إن الصابر على هذا الأمر إن الثابت على إمامته في زمان غيبته صلوات الله عليه كان كالضارب في فستاته ثم يقول كان كمن استشهد بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله يعني يبين أنه أثر المنتظرون الممهدون لدولة الإمام هذه هاي هاي البرامج هذه العبادة هذه القيم القرآن أدعية أهل البيت عليه السلام الصلاة هي مدرسة عظيمة للتمهيد لدولة الإمام كما علمها الإمام صلوات الله زيارة الحسين سيد الشهداء نحن إلى جواره صلوات الله عليه هي بعد عظيم إعداد مهدوي إعداد لدولة الإمام المنتظر صلوات الله عليه هذه الزيارة ونحن قلنا في مقدمة الحلقة أن الإمام الحسين صلوات الله رفع راية الإصلاح واستشهد من عجلها وسيرفع حفيده الإمام المهدي صلوات الله هذه الراية بل يجسدها في كثير من مفاصل دولته المباركة نعم ولذلك الإمام صلوات الله عليه الإمام الصادق عليه السلام نجد بأنه لأنه الإمام الصادق عليه السلام حبس في الحيرة نعم كان تحت الإقامة الجبرية ولذلك يذكر أبو حنيفة في المسند الجامع لأبي حنيفة عندما طرح عليه هناك أربعون مسألة أعيت كبار الفقهاء وكان الإمام عليه السلام يبين أنه التعدد في أقوال المذاهب وثم يبين الإمام قوله عليه السلام حتى انتهى أبو حنيفة بأنه يقول للمنصور اللامنصور بلا مسميات بأنه روينا بأنه أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس أعلمهم باختلاف الناس أنه كيف يميز ويبين هذا القول قول مدني أو كوفي أو حجازي ما إلى ذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام لو أن أحدكم حج دهره حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي الله صلوات الله عليه لكان تاركا حقا من حقوق رسوله لأن حق الحسين عليه السلام فريض من الله عز وجل واجب على كل مسلم لأن هذه المدرسة الحسينية الزيارة يتجسد فيها أبعاد معارف الدين التي استشهد من أجلها سيد الشهداء عليه السلام وهي باب إلى دولة الإمام وإلى التمهيد إلى دولة الإمام ولذلك سيد الشهداء هو يعد أنصار وأجيال وحملت معارف لحفيده وولده الثاني عشر بقية الله في أرضه ولذلك الإمام الثاني عشر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء كيف يتعامل مع هذه الملحمة ومع جده الحسين نقرأ من أولويات دولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى صلوات الله تضمنها دعوة الناس إلى إسلام جديد إسلام جديد وهديهم إلى أمر قد دثر نعم فظل عنه الجمهور ما تفسير ذلك لا سيما عند سيدنا ولانا صاحب الذكرى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هناك يعني عندما ابتعدت الخطوط العامة بالنسبة إلى الأمة بعد رحي الرسول الله صلى الله عليه وآله هناك سنن هناك معالم قد غيرت وربما أنه لم يؤخذ بها إلا على مستوى أنه شيعة أهل البيت من الموالين من شيعة أهل البيت عليه وسلام الإمام صلوات الله عليه هذه يصلحها يعيدها كما أعادها النبي كما أعادها جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولذلك يحيي ما أميت وما غير وما دثر كما يقول جده الحسين عليه السلام إنا رأينا البدعة قد أحيت والسنة قد أميتت ولم يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه عطلوا حدوده وعطلوا الإسلام لذلك أنه نحن نشوف أنه في دولة الإمام كما في الروايات الشريفة وهذا الذي كان يطمح إليه النبي بل هو ضحى من أجله النبي صلى الله عليه وآله أن يرسخ في الأمة معالم الدين وحضارة السماء وقيم السماء لكي تنعم الأمة بسعادة الدارين الدنيا والآخر هذا من جانب من جانب آخر يعني سماحة الشيخ أن هناك متغيرات دائما في كل عصر وفي كل زمان ومكان لابد للمعصوم من القول الفصلي فيها وربما أن هذا القول أن الإمام صلى الله عليه وسلم يأتي بدين جديد هو لاختلاف الظروف الموضوعية التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن الأمة اللاحقين للنبي صلى الله عليه وسلم وصولا إلى إمامنا الثاني عشر نحن نجد دائما بأن هناك مسائل أن هناك أمور أن هناك مشاكل ربما نقول فقهية اجتماعية سياسية إلى ما ذلك يحتاج يعني الناس إلى تفسيرها إلى الوقوف عند حقيقتها أو الموقف الشرعي منها سماحة الشيخ لذلك فالإمام صلى الله عليه وسلم ربما أن التفسير أن واحدا من هذا التفسير هو هذا الذي يعنيه الإمام صلى الله عليه وسلم نعم ربما فيها قل من دقيقة هناك ملاحظة عظيمة أنه البعد الحضاري والمعرفي في مدرسة الإمام الصادق وهذه أيضا تكون في جامعة الإمام الحج صلى الله عليه أن الإمام الصادق عليه السلام يرعى كل الأمة بل حتى من غير المسلمين ينهلون منه علما سؤددا كرما أخلاقا حتى ابن أبي العوجاء وحتى الديصاني عندما يقول لأحد تلامذة الإمام أن ناظرنا أو استمعنا لخلق سيدك جعفر ما كان كذلك أن له الخلق العظيم هذه المدرسة العظيمة التي ينبعها النبي الأعظم وأمير المؤمنين الزهراء الحسن الحسين تحمل هذه القيمة الحضارية الإنسانية من معالم الدين ولذلك نرى المرجعية العليا في النجف الأشرف كيف تعاملت في ظل ظروف داعش والأحداث الخطيرة كيف أظهرت أنه دعت إلى الأبوة والإنسانية وإلى لم الشمل والحفاظ على وطنية هذا البلد وإلى كل مكونات هذا البلد ولذلك ترى بأنه كيف أنه حفظت يعني معالم الدين وقيم الإسلام فما بالك بالإمام هذا غيظ من فيض هذا غيظ من فيض في مدرسة الإمام وجامعة الإمام وكذلك في ظل دولة الإمام الثاني عشر التي هي أعظم دولة حضارية في تأريخ الكون برمته سمح الشيخ شكرا جزيلا على ما تفضلت به من حسن الإجابة لهذه الحلقة يحييكم الله سمح الشيخ كذلك أعزائي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم إلى لقاءة أخرى نسعودكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمح الشيخ